السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والدرس اللي فات اخدنا المعلومات من الريفت وصدرناها early green building studio وقلنا ان من اكشن هنا اقدر اقول له upload ويرفع ملف gpxml طيب بعد كده احنا رفعنا الملف هوت وتقدر تدوس عليه تقدر تذكر على المبادات اللي موجودة فيه الحاجات اللي تحت دي هو اوتوماتيك عملها هو اوتوماتيك بدأ يشوف لو غير ماتريل معينة او لو غير حاجة معينة ممكن يحسن اداء اول حاجة هنا بالله هي energy and carbon result دي النتيجة من دراسته للمبنى فهنا base run دي الاعدادات الموجودة annual energy cost تكلفة في السنة life cycle cost هتتكلف قد ايه طيب الانوال CO2 طيب الانوال انرجي energy use طيب الlife cycle energy طيب الارقام دي ممكن تكون انت عايز تغيرها فاتقول له design alternative يعني انا عايز اعمل بديل اخر يعني بدل ما الاعدادات بالشكل دوت انا عايز ابدأ اغير في الاعدادات عايز اغير مثلا في اعدادات تكييف في اعدادات في ممكن لو انا رفت المبنى يكون لسه المبنى هيكتدي في امكانية ان انا اغير في المبنى تمام فعندك حاجات في general حاجات في lighting حاجات في ال roof كل حاجات دي تقدر ان انت تعدل فيها وتديره اسم يعني لازم هنا الترنتي فاقول له انا اعدل في كذا مثلا هنا عندي المعلومات الخاصة بالمبنى كله ممكن نقول له مثلا الجزء ده انا عايز اعدل فيه هنا الافتراضي ان هو change ممكن اقول لا ده انا عايز اعدل الجزء ايه معينة تبدأ انت بقى تقول انا عايز مثلا استخدم fc to pipe او هستخدم كذا يبقى انت كده يتقرب مثلا مثلا بالتكييف المركزي وبتكييف المركزي تقرب وتشوف هل هيغير في الاداء بتاع المبنى ولا لا تمام كل حاجة هنبدأ ان احنا نغيرها فهو يبدأ ان هو يعدل لي هو بيقول لي اللون الاحمر ده معنى ده ان الحاجة دي اللي تعدلت تمام تجيب ايه في كل واحدة في يوم تبدأ تشوف ايه اللي انت عايز تغيره ده في الجنرال طبعا هنديله اسم ماشي هنديله اسم على اكبر تعديل حصل في اللايتنج لو انت غيرت اللي واقع مثلا وقبت حاجة موفرة هيوفر قد هيه لو انت لقيت ان الفرق مش كبير خلاص هنتجاه له تمام تبدأ تقول له مثلا انا عايز النوع دوت خلي بقى كابدأ اياخد لون مختلف بيقول لك هيه سبعين في المية ليس زان بس رن طيب كويس يبقى ممكن ده نسميه لايتنج ده اكبر تعديل احنا عملناه وتقول له اد الترنتف او رن اد الترنتف يعني التعديل ده انت خلاص عملناه اعمل له رن عساس يبقى يظهر معانا في الشاشة الاولنية طيب النسبة للروف هل انت عندك تعدلات في الروف تبدأ بقى تشوف ايه اللي انت ممكن ان انت تعدله او ممكن تلغيه مثلا هقول له انا عايز استخدم مثلا النوع ده من الروف تبدأ يعمل له الحساب بتاعته ويبدأ نشوف هيوفر قد ايه الحوايط نفسها او ما استمهالك بقى الاربعة اتجاهات تبدأ تشوف كل الحوايط فيهم لو غيرنا ممكن تكون الحوايط كلها معمولة نوع معين من انواع الزجاج طب لو عملنا نوع تاني هيفرق فقط ديه فعلى اساسها هيبدأ يعدل خلي بقى كهنا اللون اللاخضر نو شينج نو شينج ديفولت ديفولت وهكذا عدلت هيبدأ يظهر معك باللون الاحمر طيب ممكن تقول له رن ادد الالترنتف ابدأ اعمل رن للأدد ديت بحيس انها هنشوف الاعداد بتاعتها هتبع عاملة ازاي طيب نرجع للصفحة الرأسية هنلاقي العلامة ديت تمام هتدوس عليها هيبدأ يظهر لي قايمة بالشكل دوت قايمة ده عبارة عن ايه ايه الحاجات اللي انا لو ركزت عليها هتوفر لي كتير جدا وايه الحاجات اللي انا مهما بازلت فيها جهد مش هتوفر لي اي حاج خالص يعني سكايلايت جلس هعد قابل جهد كبير جدا مش هتوفر لي اي حاج خالص بينما لو ركزت على الازازة عن النوافذ ده ممكن اوفر ما يقارب من عشر في المية هنا هاخسر البراجلود افشيانسي في مشكلة فيه فلازم اركز عليه ابدأ شوف ايه الحاجات اللي ممكن تخسرني وايه الحاجات اللي التعديلات البسيطة اللي هو انصحني بيها هتبدأ انها تبقى مفيدة بالنسباني وتوفر بعد كده التوقع سيفنج يبقى هنا ده اركز عليه اعمالي سيفنج هنا في خطورة هتكلفني كتير جدا زي مثلا جهاز تكييف معين ممكن في حاجة هاجبها هيخسرني كتير فادور على بداية ممكن لا ممكن تلاقيه التكييف مش مركز عليه فمعنى كده ان مهما جبت اجهزة تكييف هي هي نفس النتيجة طيب اه هنا خلا ندخل مثلا على المشروع بتاعنا هنا بقى الليد مفروض بعد كده لما بافزل شوية جهد بيبدأ يظهر معي انت هتوفر قد ايه فبيقول لي الليد كريدت حتى الان مفيش ليد كريدت للمشروع ده بعد كده مع التصورات والتعديلات اللي احنا هنعملها هنوفر طاقة فساعتها تقدر تاخد ليد حتى الان حسب بقى ممكن الليد الزهبي او البلاتنيوم او كذا هنا التوتر اوار ميكانيكال كولنج ركوير محتاج قد ايه ميكانيكال كولنج ركوير 6000 ساعة بوزبول نترول ممكن التهوية الطبعية توفر قد ايه البوزبول انوال الكتريكال انرجي سيفنج في الاخر النت اوار ميكانيكال انت محتاج قد ايه محتاج 4000 ساعة 4000 تونمائة ساعة من 6000 دول الباية هيبقى حاجة طبعية فنبدأ نحاول نحسن التصميم بتاعنا بحيث ان لو قدرنا نوصل ان احنا باش محتاجين ميكانيكال كولنج ركوير ياريت قدرنا نوفر نصف ماشي وهكذا الانرجي اند يوز تشارت يقول لي بقى التكييف واخد 52% اظهر اللايتنج 20% وهكذا عايز حاجة detail هتقول له detail view فهيبدأ اجيب لك تفاصيل التفاصيل بحيث انت ممكن تقول تفزي الجهد كبير جدا وهو توفير كل واحد في المية دخليك تركز على الحاجة الكبيرة اللي لو وفرت فيها ممكن توفر 10-15% ده building detail and assumption بيقول لك number of people ما افروض هبقى في 160 شخص ده بنانا عن ايه؟ بنانا ان احنا اختارنا نوع المبنى ده هيكون ساكني ولا عمال ولا حسب الحاجة اللي احنا عايزينها average lighting الpower average cubement وكذا كل ال data دي الموجودة ال data دي شابتة لا احنا ممكن احنا نعدل فيها بحيث ان كل data دي تقدر تتغير للاحسن يعني ده الطبيعي او ده التصميم اللي احنا عملنا في الريفت لكن ممكن نعمل بعض التعديلات يحصل لنا الاداء زي ما نشوف مع بعض ان شاء الله طبعا فيه تعدلات بتتعمل في الريفت فيه تعدلات ممكن نعملها في green building فيه تعدلات ممكن نعملها في اي برنامج تاني سواء ايكوست او open studio او اي برنامج تاني بحيث ان مثلا فيه اكتراحات alternative ممكن نعمل موضوع ده في الريفت او ممكن نعمل alternative او design option وبعد كده نختار هنا ممكن برضو نعمل تعديل غير نوع الازاز هنرجع نعمله في الريفت على اخر حاجة هنا اختارنا تمام؟ هنا مديني electrical cost او oil cost قد ايه ممكن نعدل برضو في data دي ان شاء الله اشتركوا في القناة